يوم المعلم العراقي ذكرى تستوقف معظم شرائح المجتمع سنوياً فيجدون أنفسهم أمام واقع تعليمي يزداد سوءاً عاماً بعد عام فعلى الرغم من أهمية دور المعلم في العملية التربوية إلا أن المجال التعليمي يشهد كغيره من المجالات في العراق تدنياً كبيراً بسبب الفساد الحكومي والإهمال الذي لحق بالمؤسسات التربوية في البلاد الإهمال الحكومي للمدارس أجبر البعض منها على فتح باب الدوام المزدوج فيما دفع إدارات مدارس أخرى إلى اللجوء لطلب المعونات من أهالي الطلبة لترميم مدارسهم وتفادي خروجه عن الخدمة وحرمان الطلاب من التعليم العراق وبعد أن كان منارة للعلم وقبلة للدارسين أصبح بلد الأمية لما يشهده من تدهور كبير في قطاع التربية والتعليم الأمر الذي أدى إلى خروجه من مؤشر جودة التعليم الصادر عن متددافس لافتقاره لمعايير الجودة ولم يكن هذا آخر المطاف بالنسبة لمشاكل التعليم فقد تزايدت حالات الاعتداء على الكوادر التعليمية من قبل أولياء أمور بعض الطلاب لا سيما أبناء المسؤولين وكبار الضباط والجهات المتنفذة وذلك بسبب عدم وجود إجراءات رادعة لمن يقوم بمثل هذه الاعتداءات ما أدى إلى هجرة العديد منهم إلى خارج البلاد